مشاهدين الكرام للحديث عن تطورات ثورة تشريين معنا عبر سكايب الإعلامي والكاتب الصحفي سيد زياد السنجر اهلا بكم أستاذ زياد بداية خلال يومين استعادت التظاهرات وزخمها هل أثبت ذلك خيار الطبقة السياسية بالرهان على الوقت أثبت فشله بالنسبة لهذه التظاهرات مساء الخير دعم شاهدنا اليوم الشعارات التي رفعت في معظم المحافظات العراقية وخاصة من طلبة المدارس والمعاهد والجامعات في كل المدن في جنوب وسط العراق والتي تقول بأننا لن نعود ونحن في كل يوم في تزايد ومستمرين حتى تحقيق المطالب ربما التقرير كان وافي في هذه النقطة ولكن أدركت العملية السياسية اليوم هناك تغيير لربما لم يلمسه البعض حيث تم ترشيح عدد كبير من رؤساء الوزراء من قبل كتلة البناء اليوم المرشحين الجدد لكتلة البناء يقولون لن نقوم بالترشيح ما لم تصادق ساحات التصام وساحات التظاهرات على ترشيحنا منهم محمد علاوي ومنهم عبدالغني الأسدي إذن الكلمة العليا هي للكتلة الأكبر وهو الشعب العراقي شاهدنا بأم العين حجم الزخم الجماهيري الذي خرج في عموم المحافظات العراقية وحتى المحافظات التي لم تخرج بها هذه الجماهير لكنها مؤيدة بشكل كبير وهناك الكثير من أبناء المحافظات الشمالية والغربية متواجدين بالفعل في بغداد ونعرفهم معرفة شخصية لذلك لم يستطع أي حزب عراقي بعد 2003 أن يحشد هذه الجماهير مثل ما قال أبناء الشعب العراقي كلمتهم وهو إنهاء هذه الطبقة السياسية وهذه العملية البائزة التي جلبت لنا الويلات والحروب والبشاكل والتهجير وغيرهم من الملفات التي لا تخطاع للجميع هذا الإصرار على إكمال مسيرة الثورة حتى تحقيق الأهداف كيف تابعته من شباب العراق الذي وصف في فترة من الفترات أنه مفقود الأمل فيه بسبب الدمار وبسبب المفاسد التي أدخلت هذه الأحزاب إلى عقول الشباب أولا قبل البلد نعم كلنا نعلم بشكل قاطع أن الأحزاب عمدت من خلال سنوات تسلمها السلطة في العراق إلى ترويج المخدرات والقدم الحندي واستقطاب الشباب لحمل السلاح في الميليشيات وإلى آخر وكانوا يراهنون على عدم عودة العراق أو الشباب العراقي إلى وعيه وإلى طبيعته وإلى عمقه الإسلامي أو عمقه العربي ولكن أثبت بالدليل القاطع بأن الجناف العراقية والشباب العراقي يحملون وعي كبير جدا وهم من يرسم الأمل وهم من أرانا الضوء في نهاية النفط نحن فعلا في العراق كنا في دوامة الفرهوب والتهجير والقتال والصراع النفوذ الأقليمي والدولي في داخل العراق ولكن شباب العراق هم الوحيدين القادرين على أن يقودون العراق إلى بر الأمان وهذا ما نلتمسه يوميا عبر إصرار المتظاهرين في مختلف الساحات وفي مختلف أماكن الاعتصام وعبر المظاهرات السلمية التي يرفعونها والشعارات السلمية التي يرفعونها اليوم من كان يصدق بأن الخطوط الحمراء لإيران وميليشياتها أصبحت تداس تحت أقدام المتظاهرين والذين قالوا كلمتهم بأنهم لا يريدون أحد من هذه الطبقة السياسية البائسة حيث لم يستطع كل سياسيين خلال هذه الفترة إيجاد شخص واحد غير فاسد يستطيعون أن يقدموه للشعب ولم يستطع أي شخصية أن تنال ثقة المتظاهرين والمعتصمين العراقيين وخاصة شباب الثراء سيد زياد الميليشيات مستمرة بعمليات الاغتيال والخطف والأجهزة الحكومية تواصل قمعها للتظاهرات بعد أن فشل الخيار الأمني في إثبات وجوده وإثبات أنه قادر على إزالة هذه الثورة لماذا تستمر الطبقة السياسية على نفس النهج؟ يعني ما الذي تريد أن تصل إليه وهو أثبت فشل هذا النظام وهذه الاستراتيجية؟ الحقيقة لنكون أكثر وضوحاً لنكون أكثر شفافية ليست هذه توجهات الطبقة السياسية فقط إنما هي أوامر إيراني مباشرة بمن جاء بهذه الطبقة السياسية نحن شاهدنا تظاهرات في إيران ضد النظام قامنائي وضد النظام في طهران ولكن هناك قمع وقتل استخدموا نفس الأسلوب ولكنهم لا يدركوا بأن الشعب العراقي لا يترك ثاره نحن نتحدث عن أحفاد ثورة العشرين نتحدث عن رجال أبناء عشائر رجال أبطال هم شباب هم من قادل العراق وهم من أمم النطط وهم من قاتل إيران ثمان سنوات لا ينسى عمقه العربي والإسلامي ولا ينسى محيطه ولا ينسى أيضا تأرهم تلك الجماعات الفاسدة القاتل التي يجب أن تحاسب ذات يوم على ما اقترفته ضد كل أبناء شعب العراقي وهذه المراهنة على القتل والاختيال والخطط هي مراهنة فاشلة أثبتت عدم نجاعها باعتبار أن العراقي لن يستسلم أبدا وهو يطالب بوطن وبحرية لكي يبني عراق جديد يتخلص من بؤس هذه العملية السياسية أستاذ زياد عادل عبد المهدي استقال عندما ذكرت المرجعية ذلك في خطابها لوحت نوهت للموضوع ولوح بالاستقالة برهم صالح عندما ضغط عليه بخصوص قضية أسعد العيداني ومحمد الحلبوسي في البرلمان عندما صوتوا على قانون الانتخابات قال باسم الشعب لكن لم نرى أحدا منهم يتخذ موقفا من أجل الشعب اتخذوا مواقف من أجل أمور ثانوية يعني برهم صالح ولا عبد المهدي ولا الحلبوسي لم يقدموا استقالاتهم لأن الشعب يذبح في الشارع بل لأنهم أمروا ربما من مرجعية أو ضغط عليهم في قضية سياسية هل لا توجد قيمة للشارع العراقي ولدماء الشباب لكي تجعل هؤلاء فعلا يرحلون هذا هؤلاء لن يرحلوا لأجل الشعب العراقي هؤلاء سوف يرحلون تحت الضغط الجماهري سيرحلون بالمظاهرات السمية سيرحلون عندما يصر الشعب العراقي على كلمته وهو يصر على ذلك ولكن أريد أن أوضح جزائية معينة برهم صالح لم يلوح بالاستقالة لأجل المتظاهرين حسب ما يروج له البعض وإنما ساوهم الكتل السياسية على السحب قانون الانتخابات الذي يضر بالأحساب الكردية خاصة في مناطق كاركوك ونينوة أما الحلبوسي فهو تاجر ويتاجر بدماء العراقيين مثل ما تاجر بمقابر الفلوجة ويحاول أن يعتم عليها وهو موضوع آخر ولكنه مرتبط بشخص رئيس البرلمان الذي يقول أنه يمثل محافظات الأنبار وبعض المحافظات السنية ويقدم نفسه كزعيم سني وهو لا قيمة له الحقيقة أمام العراقين أما عادل فهو ملقب بحادل عدس أهم إنجاز له هو توزيع نصف كيلو من العدس للعراقيين إذن هذه الشخصية لا تستطيع أن تتنازل من أجل المتظاهرين وإنما تتنازل بالأمر وهنا إذا كانت المرجعية في النجاف وإذا كان قاسم سليماني فهم المتحكمين بالملف العراقي والملف السياسي تحديدا وهذا ما عربنا عنه وقلناه قبل قليل بأنهم لا ينصعون إلا للأوامر الخارجية التي تأتي إليهم إذا من إيران أو من قاسم سليماني أو من خامل أو من المراجع النجف والحقيقة هي المراجع هذه ليست عراقية ونحن لا نتعرض بشيء وإنما نذكر حقاق هذه المرجعية نفسها من أفتت بعدم مقاومة المحتل وشقة الصف العراقي في عام 2003 عبر سكايب من فييانا الإعلامي والكاتب الصحفي سيد زيادة سنجري شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك